هنا في أقصى جنوب مصر يقف هذا المشروع العملاق الذي يعد أحد أطخم المشروعات الهندسية التي شهدها العالم في القرن العشرين شامخا شاهدا على عظمة الشعب المصري الذي سطر ملحمة من التحديات واستعاد إرادته وقرر مصيره بعرقه ودمه الخامس عشر من يناير عام 1971 كان لحظة فاصلة في تاريخ هذه الأمة حيث كان تتويجا لعظمة وقدرة المصريين وكان درة تاج سنوات الكفاح التي بدأها الشعب في التاسع من يناير 1960 حيث بداية العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السد العالي وإن شئ تقل بنك مصر المائي وخزان الأمان وحينما انتصف مايو وتحديدا في عام 1964 1964 تم تحويل مياه النهر إلى قناة التحويل والأنفاق وإغلاق مجرى النيل والبدء في تخزين المياه بالبحيرة وبالجد والعرق واصل المصريون كفاحهم في الاستمرار في بناء جسم السد حتى نهايته وإتمام بناء محطة الكهرباء وتركيب البتوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء وفي عام 1966 عين جمال عبد الناصر محمد صدقي سليمان وزيرا للسد العالي كما أصدر قرارات لإسراع وطيرة العمل في إنشاءات السد بانتداب ضباط مهندسين وضم من أنهى خدمة التجنيد إلى العمل وأقام معهدا لتدريبي على العمل في السد لا راحة ولا إجازات حتى هد الجبل كان هذا قانون سليمان الذي صار عليه كل من عمل في بناء السد العالي وكأنهم ركبوا قطارا لا يعرف محطات سوى محطة النجاح وعلق لافتات لتوضيح العد التنازلي للزمن المتبقي على تحويل مجرى النهر كانت تراجع يوميا ويكتب عليها باق من الزمن ليلهب بها حماسة العمال حيث عرفت عنه مقولته الشهيرة علمنا بناء السد أن الصبر لا يكمن في الاستسلام للزمن ولكن في مقاومته وفي أكتوبر 1967 انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي وبعدها بأقل من عام بدأت عملية تخزين المياه بالكامل أمام السد العالي حتى اكتمل صرحه في منتصف يوليو 1970 هذا الإنجاز العظيم لم يكن مجرد شروع لتحويل مياه النيل وترويد جموحها بل كان تحويلا لمجرى التاريخ وبات يجسد الملحمة البطولية للشعب الذي توحد خلف قيادته